النادي الأهلي قطع شود كبير كمان في المفاوضات مع نادي الجيش الملك المغربي بطل الدوري المغربي واحد من النجوم هذا الفريق هو ريدا سليم والنادي الأهلي قطع شود كبير في المفاوضات على ضم هذا اللعب نعم مميز لعب مطلوب في أندية عربية وفرنسية بس ويبدو أن النادي الأهلي خد خطوات كبيرة في التعاقد مع هذا اللعب المميز ريدا سليم ولو ريدا سليم جي النادي الأهلي أو النادي الأهلي حسم هذه الصفقة فغالبا غالبا أحمد الكندوسي يخرج من النادي الأهلي إعارة أو حتى بيع ده بناء على طلب مرسل كولر وقلت لكم قصة الكندوسي دي قبل كده مرسل كولر مش شايف أن الكندوسي مثلا اللعب سايب فموافق على إعارته أو بيعه بس شايف أنه ممكن يستفيد من اسم أجنبي آخر ممكن يضيف للفريق ومنظومة الفريق أكتر من الكندوسي لو ريدا سليم مجيش النادي الأهلي أو النادي الأهلي مزودش أجانب وبقى الكندوسي فمارسل كولر مستعد لأنه يعتمد عليه الفترة اللي جاية ومعندوش مشاكل معاه فنية بالمناسبة ريدا سليم بيلعب ناحية المين كجناح أيمن وبيلعب كجناح أيسر هقول لكم أرقام ريدا سليم وبعد ما أقول لكم أرقام ريدا سليم أفهمك ليه النادي الأهلي داخل سوق الانتقالات بقوة كبيرة افتكري السؤال ده بعد ما أقول لك أرقام ريدا سليم يلا بينا راجل لعب مع الجيش الملك المسلم الماضي 39 مبارا سجل 13 هدف وصدع 14 هدف ليه الوركو شكرا